الله، 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 أسطورة الطائفية التي ترعاها الدولة باعتبارها المبدأ الأساسي للسلطة في العراق مزقت هكذا وصفت صحيفة نيويورك تايمز الوضع الحالي في البلاد مع تصاعد وتيرة التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام فعلى الرغم من وحشية التعامل الحكومي مع المتظاهرين تنتفاضة تشرين إلا أن ذلك لم يثني عزيمتهم عن المضي في التظاهرات والتمسك بمطالبهم المشروع أكثر فأكثر وتؤكد الصحيفة أن العراقيين لم يخرجوا هذه المرة من أجل القضاء على الفساد والبطالة فحسب بل أن مطلبهم الأساسي تركز على إسقاط النظام برمته أما الوعود الحكومية للمتظاهرين بصياغة قانون انتخابي جديد ومحاولة إصلاح لجنة الانتخابات في البلاد فتراها صحيفة نيويورك تايمز مجرد محاولة تهدف إلى دعم نظام سياسي مشوه بالأساس مؤكدة أن الطبقة السياسية في العراق دأبت منذ العام 2003 على التمسك بنظام رعاية طائفي للحصول على السلطة السياسية والكسب المادي كما عززت الانقسامات الطائفية وقوضت الكفاءة والشرعية الانتخابية حتى أصبح تشكيل الحكومة أقرب إلى عملية سمسرة وبحسب الصحيفة الأمريكية فأن المشكلة تكمل في النظام السياسي الذي جلبته واشنطن للعراق عند احتلاله عام 2003 والذي أسس لكذبة المفادها بأن العراقيين لم تكن لديهم هوية وطنية موحدة بل أن هوياتهم الغالبة كانت طائفية أو عرقية إلا أن هذه الكذبة بددتها التظاهرات الحالية حيث أشارت الصحيفة إلى أن العراقيين في ساحات التظاهر يحملون العلم العراقي وعبروا مراراً وتكراراً عن رفضهم جميع الرموز السياسية والدينية والطائفية الأخرى ليكون شعارهم الموحد نريد وطناً وذلك ليس ببعيد مع ولادة شعور بالفخر لدى الشعب الغاضب وأمل يدفعه إلى الكفاح من أجل بناء عراق جديد أموز النوشيعة وموطن النبيعة أموز النوشيعة